موسيقى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ازايكم عاملين ايه وحشتوني ادى الدنيا لو اول ما اردت شفي القناة نزلي بقى بسرعة نورين شرفيني فيها ودوس على التشتراك بالاحمر وفعلي زر الجرس ودوس على كلمة الكل عشان لما نازل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه على طول يلا بقى دوسي لايك عالسريع ونبدأ الفيديو معي بقى ايه لفة من امر الدين ما في مين اصلا ما بيحبش امر الدين بجد اصلا اكلها حلوة جدا في العصاير والمهلبية ودلوقتي هنعمل اكلة حلوة جدا هعمل مهلبية ومش هنحتاج كمان خلط خالص معي بقى اللفة حطتها في طبق كده زجاج وهعير كوباية كده هعير بيها ازاز مية طبعا مغلية سخنة زي ما انتوا شايفين هنزل بالاربع كوبايت وهسيبها كده لمدة ساعة مش هحتاج خلط خالص خالص وطف داي تقلبي فيها لحد ما الدوب نهائي هيتبقى يعني كتعة زائرة كده طبعا مش هنرميها ايه هي هتدوب لوحدها وهنشلها كده بصوا بقى معي بقى ايه هنعمل مهلبية الاول معي نص لتر من اللبن وهضيف كده معلقتين كبار من النشا نشا الدورة دي حلوة جدا في المهلبية او اي حاجة كده عايزة تخليها متماسكة حلوة جدا ماشي وهضيف كده معلقتين بالزبط من السكر خلي السكر يكون خفيف عشان اه هنحط عليه امر دين ميبقاش مسكر اوي وهنرفحها على النار كده وهنستمر كده في التقليب بالمضرب اليدوي لحد ما القوام بتاعي يبدأ كده يعني يتقل واخر حاجة هضيفها على المهلبية بتاعتي معلقتين من الكريم جونتي دريم من اي سوبر ماركت المهم هضيف كده معلقتين كده كبار بنفس المعلقة اللي انا حطيت بيها يعني النشا اذا اقول لكم بتدي طعم حلو جدا وتسبح حلوة اوي في المهلبية اجربوها هتعجبكم اوي 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 وممكن لو عندك معلقة اشطى هضيفيها برضو هتبقى دسمة وجميل اوي المهمة تبدأ يتقلبي لحد ما القوام بتاعي يبدأ كده يتقل ويكون متماسك معي بجد بحبكم في الله يا احلى ناس في الدنيا انا بقى عايزة تحديكوا بقى ويالله بقى الناس العراقيين يقوموا كده ويتشجعوا ويعملوا بقى مهلبية بقى امر الدين كده بصي بقى ان شاء الله القوام بدأ يتقل وما فيش اي كتل ولا اي حاجة هنيجي بقى هنا كده طفي بقى مع بعض امر الدين عايزة اقول لكم طب يلا ليه ليه يا سورة احتي احنا هنصفي امر الدين انا بحب صفي بيكون في شوائب كده بسيطة اه لا لازم اشلها تمام المهم معي مصفى في حل بقى كده وهصفي كده امر الدين اهو ان ما استخدمتش اي خلاط خالص ولا كهرباء ولا بهدلت الدنيا اطلاقا المهم خلاص كده صفيت امر الدين بتاعي عايزة اقول لك بيكون في كده ايه شوائب انا بحب ان انا برضو ايه يعني اخد احتياطي وصفي حاجتي عشان احس ان الحاجة فعلا نظيفة مية في المية وكون واسطة طبعا ان انا بديها لولادي نظيفة تمام خلصت كده التصفية هيجي بقى للمهلبية بتاعتي هركم بقى ده كده على جنب وهصب بقى المهلبية بتاعتي بسم الله ما شواء الله جميلة جدا وكريمية خالص ما فيهاش اي تكتلات اطلاقا بصوا بقى احلى مهلبية ممكن تعمليها بجد وكمان تقديمة المهلبية مع امر الدين كده شكله بيكون لذيز وحلو قوي للاطفال والكبار يعني بيفتح النفس كده عارفين اللون الاصفر مع الابيض كده العين يا جماعة بتاكل قبل الفم بس كده خلاص اخر طبق مهلبية وماشاء الله عمل معي ستة اطباق المهم خلاص كده هسيبه بقى يبرد عبان ما عمل ايه امر الدين امر الدين بقى خلاص احنا صفناه مع بعض عالبارد بقى كده هضيف معلقتين كده كبار من النشا عايز اقول لكم هو الكيس ده مشان اقولت لكم ان عندي النشا خلصت طلبت من السوبر ماركت هضيف الكيس ده كله على نص كيلو وهتقلبي كده وتخلصي كويس جدا لمدة 3 دقايق بالمضرب اليدوي من غير لات كهرباء اطلاقا المهم كده خلاص اه بدأ كده انش هتختفي من كتر الدرب وهيجي بقى كده هضيف معلقة واحدة كبيرة من السكر بمقدار معلقتين يعني زي ما عملت في المهلبية وهرفحها على النار عايز اقول لكم بجد بجد يعني راحتها كانت تجنن بجد ما شاء الله اللهم نبدأ بقى نقلب كده برضو بالمضرب اليدوي على نار هدية لحد ما تبدأ معي يعني بصي كل النشا كده هتختفي معاك وهتبدأ تربط كده يعني برضو في خلال زيقتين على طول ومش هناخد وقته خالص طبعا عبال ما احنا نعملها المهلة ده بتاعتي بردت تماما ما ينفعش خالص خالص تحطي آآ حاجة سخنة على سخنة يعني مسلا مهلبية فوق امر الدين او العكس لا كده هيبقى لغباطيتة خالص لازم تبرط خالص الطبعة الاولى وبعد كده تضيفي الطبقة التانية بس كده تمام بصوا ما شاء الله هتفضلي تقلبي لحد ما توصل للقامة اللي انت محتاجاه واول ما يبقى بقى معاكي كده النشا بتاعتك هتبدأ ان هي تستوي وخلاص كده في المرحلة دي هنطفي النار وهنسيبها كده تهدى بالزبط مفيش يعني دقايق بالزبط بصوا ما شاء الله تقيلة وحلوة خلاص كده بقى هنصب باسم الله بصوا حلو جدا القوام بتاعها حلو قوي بصوا هنبدأ بقى كده طبعا الطبقة الاولى بتاعت المهلبية نشفت تماما وبقت متمسكة خالص وضفت كده الطبقة التانية بتاعت امر الدين الجميل ده كل سنة وحضراتكم بالف خير بس كده تمام ولو عندك بقى مكسرات كده نضفيها بصوا شكل طحفة جدا ما شاء الله ضفت بقى كده سبيب وضفت كمان آآ جوز هند وضفت كمان سوداني عايز اقول لكم اي حاجة ممكن تضفيها يارب الفيديو يكون عجبك ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله